كيفية التخلص من النفاق ووساوس النفس الأمارة بالسوء نسأل السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام النفاق بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث آية منافق سلاس إذا حدّث كذبا وإذا وعد أخلف وإذا طم نقان وفي الحديث آخر وإذا خاصم فجر فإنه يقلع عن ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما كانت فيه واحدة من هذه فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعه فهو يبتعد عما سمى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا يجذب عند الحديث عند الكلام إذا خاصم لا يفجر إذا تمنى لا يخن إذا حدث كما قلنا في الحديث هذه هي وسائل الابتعد عن النفاق صلى الله عليه الصلاة والعافية